الفصل السابع نظرية الحركة للغازات السؤال الاول اذكر فروض نظرية الحركة للغازات 1- هو التماسك الجزيئية بين جزيئات الغاز يمكن اهمالها وذلك لكبر المسافات الفاصلة بين الجزيئات 2- حجم الجزيئات المكونة للغاز يمكن اهماله بالنسبة الى الحجم الذي يشغله الغاز نفسه 3- جزيئات الغاز يمكن اعتبارها كرات صغيرة 4- تامت المرونة لذلك تكون التصادمات الحادثة بينها تصادمات مرنة اي انه طاقة الحركة لجزيئات الغاز تظل ثابتة قبل وبعد التصادم 4- تتحرك جزيئات الغاز باستمرار حركة عشوائية بسبب تصادمها ببعضها البعض وتصادمها مع جدران الاناء وتتحرك الجزيئات بين التصادمات المتتالية في خطوط مستقيمة السؤال الثاني باستخدام فروض نظرية الحركة للغازات احسب كسافة غاز حجمه V ويحتوي على عدد من الجزيئات قدره N وكتلة الجزيئ الواحد M الحل اذا كتلة الغاز تساوي N في M كيلو جرام وبما ان حجم الغاز يساوي V متر مكعب وبما ان الكسافة تساوي الكتلة على الحجم اذا الكسافة تساوي NM على V كيلو جرام على المتر المكعب السؤال الثالث مستخدما العلاقة P تساوي طلت رو V تربيع حيث P ضغط الغاز ورو كثافة الغاز وفي تربيع متوسط مربع سرعة جزيئاته بيّن كيف تستنتج تعبير لكل من ألف جزر متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز به متوسط طاقة حركة جسيم حر جيم مفهوم درجة حرارة غاز الحل ألف حساب الجزر التربيع لمتوسط مربع سرعات الجزيئات VRMS أي Root Main Square Velocity مما ان P تساوي طلت رو V Square اذا 3P تساوي رو V Square إذن VRMS تساوي الجزر التربيعي لسريبي على رو تساوي جزيئات الغازة تساوي جزيئات الغازة تساوي جزيئات الغازة تساوي جزيات الغازة